عمد جيمي مجاهز لهم فجأة خطيرة ما بلاش مفاجأته لا أقول لكم بس أقول لحضراتكم يعني جيمي أستعد للسفر عشان يعمل له تخطئة عظيمة جدا في كأس العالم للأندية عمد شغلة عليها أوش زي الجوالات اللي عملها في المغرب جامد كان جامد لا في المغرب برضو دعطو الله جدا ليه صوالاته جوالات بصراحة لا ممكن حكي لك بقى لا حكي لي الناس عايز تعرف فقري لا عمد شغلة عظم جدا بصراحة طب جيمي عايز أبدأ معاك طبعا بما أننا الكلمة على كأس العالم للأندية كواليس قائمة كأس العالم للأندية عشان بعض الناس شايفوا أن صراحة محسن وحسن 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 تحديدا هي مفاجأة من المفاجأات بعض وآخر شايفوا أن مودست برضو وجوده في القائمة مفاجأة برضو عشان هو مش جاهز بسبب الإصابة ايه الكواليس اللي حصلت عشان يتم الإعلان بعدها عن هذه القائمة أول مركز كان عليه كلام كتير ومراقشات داخل الجهاز الفني ومركز المهاجم ومفضلة للحظات الأخيرة قبل ما الأهل يرسل القائمة الأساسية وخليني بقولك ليه الأساسية لأن الأهل هياخد كل اللعيبة السليمة معاها الناس كلها بتتكلم أنه اللعيبة اللي تم استبعادها تقعد في مصر مش حقيقي كل أي لعيب سليم مقيد في النادي الأهلي كان مقيد في القائمة المبدئية اللي الأهلي أرسلها هيسافر مع النادي الأهلي مبدئية لا واحدة واحدة يا صلاح محسن، أحمد عبدالقادر، كريستو، من تاني سليم ندفد دول مع النادي الأهلي في السعودية واحتمال زعلوك كمان وزعلوك في السعودية في كاس العالم بس مش هستفيد منهم صح؟ إلا لو في لقدر الله يصابة في التمرير من حق الأهلي قبل المباراة إنه غير أي العيب من دول من العيبة اللي مسافرة معاه بشرط أن يكون مقيد في القائمة المبدئية اللي بعتت من بدري جدا وكل اللعبة دي فيها حلو ده أول فكانت المفضلة بين صلاح محسن ومودست مش من الناحة الفنية الرجل واخد قراره إنه دي فرصة المودست ومودست بيتجهز من وقت الإصابة الأخيرة إنه يكون موجود مع الرجل في كاس العالم للأندية وهو بحاطت عليه أمل إنه يساعده في بعض الأوقات من المباراة إنه يكون موجود فكان القياسات الفنية البدنية بتاعة مودست هي اللي مخليها التفكير لآخر لحظة هو ولا صلاح محسن لللحظة الأخيرة لكن الرجل كان حاسم قراره من الناحة الفنية إنه هياخد مودست لأنه القيمة 23 حراس مرمى و20 لعب في 10 مراكز تتلاقي القيمة لو بصيت عليها متفصلة بالسانتي اتنين لعبة في كل بوزيش يعني هتجي بص على ناحية المين أكرم وهاني على سبيل المسأل وليس الحصري وكذا مودست وكهرباء اتنين لعبة في كل بوزيش فهو كان مجبر على بعض المراكز ده المركز الأولاني النقطة الثانية فيما يخصها شفتك في المقدمة كلمت على القصة بتاعت أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر مشكلته مع الجهاز الفني وإنه هو مش مبسوط إنه ما بيلعبش وإحنا اتكلمنا على أحمد عبدالقادر كثير مشكلة تحمل عبدالقادر مع نفسه ولازم يحل مشكلته مع نفسه قبل ما يتكلم على إنه بيشترك أو ما بيشتركش وإنه بياخد عدد دقائق أقل وإنه عايز يمشى أو يعود للإحتراف أو غيره فالقصة بتاعت أحمد عبدالقادر لهو فوجئ ولا هو فوجئ فوجئ بينه وبنفسه فوجئ بينه وبنفسه لكن كان معروف إنه أحمد عبدالقادر مش مسافر مش مسافر عبدالقادر مش هيقيد في القائمة الأساسية بتاعت النادي الأهلي في كاسر عالم لأديها وهو نفسه كان حاسس بدا بس عارف إلا هو أنا عارب بس هنكر هو بينه وبنفسه أنا عارف بس هنكر أنا عارب بس هنكر إن أنا وصلاح محسن عشان مودست موو وصلاح محسن طب سلاك سعال مودست سليم بقى سليم خلاص مية في الماء من مهاجم الأساسي في كاسر عالم قوله أنا واحداً كهرب قوله أنا واحداً كهرب كهربة لمليون سبب هو المهاجم الأساسي بتاع مرس الكولر في كل حال من الأحوال لكن لكن وجود مودست ورهان الرجل إنه يكون موجود معاه هو ده صلاح محسن في أوقات آه صلاح سجل هدف أو سجل هدفين لكن المرضود اللي بقدمه كانش أقل بكتر من الكم منتظم طيب قبل ماقف الحتة دي لو افترضنا إن مودست ما كانش جاهز لما البطولة بدأت بنسبة 100% صلاح محسن كنا بقى موجود لأ خلاص يا لأ عصد هو في القائمة دلوقتي آه وجينا بقى ساعة أول مباراة ومدرس ما كانش جاهز عنده بقى شدة عنده مشكلة بدنية فكهربة كده كده المهاجم الأساسي آه بديل كهربة هيكون طهر محمد طاهر ولا بيرسي تو في المركز ده طهر محمد طهر طهر محمد طهر قولاً واحداً طهر محمد طهر الرجل بيشتغل معه في التمرين على البوزيشن ده آه بيشتغل معه في التمرين ليه بيشتغل معه في التمرين على البوزيشن ده لأنه حسين الشحات هو اللي يلعب في الوينجليفت بيرسي توه اللي يلعب في الوينجرايت طب مين بديل مين بديل تاو مش طهر كاريم فويت مفهوم فانواخد طهر اعمل بي ايه واخده اه ريزيرف لحسين الشحات أو بديل لحسين الشحات او لو حسين ما كانش موجود او محتاج مجهود بدني بشكل ما فيلعب طه لكن ايه اللي الراجل واخده انه ممكن يعمل بيه حاجة لو مودست مش موجود انه طهر محمد طهر يعني لو زي ما انت قلت المثال اللي انت ضربت مودست مش جاهز ما في المية او لأي سبب لا قدر الله اصيب تاني جال وش هدى حصل اي حاجة مش موجود في المباراة او ليلة المباراة مش موجود طهر محمد طهر موجود هو البديل بتاع الكهربا مش تاوي انا شايف حتي ايه انكاس العالمي لاند فرصة اخيرة لمودست وااااااا اختلف مع جيمي في البديل ان بيرس تاوي هو بذيل كهربا مش طهر يعني انا شايف ان بيرس تاوي انا اتفع مع جيمي واختلف معك عشان هو اصلا مارس الكولر لما يحط مهاجم المباراة اللي فات المباراة اللي فات على طول او اوه اه حاط طهر محمد طاقي فوضح المباراة يانج افريكانس اه لا 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 اهو اتصوري او مين احسن ومين اوحش تصوري هاول رأي بس في قصة دي. هو تصوري ان هو بيحب الشين البيرسيتاو من الجناح الايمن هو بيستفيد منه لاستفادة الكصوى هنا مش عايز اخسره في الحتة دي. لكن كريم في وقت حل جايد وبرسيتاو حل جايد مكان كهربة يعني. انا شايف الارب كريم. انا فجأة انا دي وجهة نظري. بس مش دي وجهة نظر كولر. لا ولا انا عشان كده انا انا بجاوب على كريم. مش بوجهة نظر انا الفنية. بالزبط. ولا برأي مين يبقى موجود. انا بجاوب. لا هو شا ايه الراجل كمعلومة. وايه اللي بيحصل في التمريه. اللي بيحصل في التمريه. مليون في المية. مليون في المية. فهاش كلام. فهاش كلام طبع. طيب.